السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أعزائي تحياتي لكم فانزا عاد الفتحي محبي ومتابع عاد الفتحي في كل مكان النهاردة موضوع خطير جدا 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 عايزين نتكلم فيه بمنتهى العقلانية لأنه موضوع شائق جدا جدا ولو ما تكلمناش فيه بعقلانية حيقلب غم زي ما بيقولوا هناك بعض الأولاد الشباب يعني أو الأطفال بيقولوا أن هناك تفرقة بين الأب والأم ناحية الحب وناحية الأولاد للولد الكبير وكرر تاني هناك شكوى كبيرة جدا بتقول أن الأبهات والأمهات بيعزوا وبيحبوا الولد الكبير دونا عن بقية خواته الصبيان ودونا عن خواته البنات حد ممكن يقول لي أنا الأول كان عندي الولد الكبير يعني أنا جبت الأول الولد الكبير وبعدين جبت البنت وبعدين جبت الولد وبعدين جبت البنت حد يقول لي هل هذه المقولة صحيحة أم خطأ؟ هذه المقولة خطأ مئة في المئة خطأ مئة في المئة أنا اللي بقول لكم ها خطأ بنسبة ما فيش أب بيعز طفل عن طفل أو بيحب طفل عن طفل المعزة واحد معزة الأولاد كلها واحد ولكن بتختلف ممكن العاطفة في عاطفة بتختلف لو عنده ولد مريض بمرض معين يعني عنده قلب بعد الشر عن أي حد عنده سرطان بعد الشر عنده حالة خاصة من ذو الإحتياجات الخاصة فقلبه بيرجي في ناحية هذا الولد والعاطفة فبالتالي بيكون هو أقرب له شوية من زيادة الحنان عليه ليس حبا فيه ولكن عطفا عليه هو العطف طيب هل فعلا الولد الكبير أبوه بيحبه أكتر أو بيدي له اهتمام وفي كل حاجة أكتر من الأولاد آه طب ليه اللي هيجاوب ليه جايزة وما يسكنش عليها هي ايه لأنها حيبقى عارف هي ايه بعد كده ليه الأب والأم الولد البكري عندهم بيبقى ليه معزة خاصة عندهم وبيبقى فيه تقرب كبير جدا بينهم وبين الولد الكبير ده غلط غلط ما ليه؟ ما ليه صح؟ هم بيروا فين الولد الكبير هو اللي حيتحمل المسئولية بتاعة خواته البنات والصبيال لو جرى لهم حاجة يعني الأب لو مات يبقى الولد الكبير ده هو اللي حيعمل الدفة ويكمل المشوار بدل أبوه ولذلك هو بيحبه آه ممكن آه وبيدوله آه وممكن بيعنفه أكتر يعني بيكون عنده فيه عنفه في التعامل ليه؟ لأنه عايزه يبقى راجل أكبر من أوانه لو هو عنده 17 سنة عايز يبقى عنده 25 سنة لأنه خايف على نفسه أنه يترك الأولاد ويبقى الولد ضعيف فاكرين فيلم عتريس لما جاي يموت عتريس جوله لعتريس الجوازة باطلة اللي هو شيء من الخوف الفيلم العبقري اللي هو عمله باليخ حمد الأغاني بتاعته اللي هو بتاع جوله لل اللي هو بتاع يحيا بتاع محمود مرسي محمود مرسي وعام بدورين دور الأب ودور الجد يعني وكان فيه محمود ياسين وكان في العمالقة كلهم لما جاله أوعى أوعى تار أبوكي اعتار جدك يا عتريس وهو بيموت هالي هو وكان بيخليه يتبح الحمامة وكلام بنده ليه؟ لأنه هو كان بيارى فيه أنه هو حيبقى أنا خايف هفتح السوستة يقوله فتح مش عارف لحده سرته والله والأصولي أكتر بس أنا مش قادر بقى يلا كل التحية لكم فالمهم فبيبقى هو تحمل للمسئولية للطفل البكري وليس حبا أكتر ولكن بصولوا بقى أحيانا بيستغل الولد البكري هذا الحب أو هذه العاطفة أو هذا اللي هم عايزونه يبقى راجل وبيعمل غيرة وسط أخواته يعني يقولهم شايفين بابا مثلا جاب لي الساعة كذا بابا جاب لي الموبايل آيفون 11 برو مش عارف ده جاب لي ماكبوك ده بيعمل غيرة ما بينه وما بين مين وما بين خواته فهو اللي بيجعل الكره لو خواته وعين يعرفوا أن الولد ده اللي في المرض اللي هو بيحاول يصدر لهم أنه هم اللي بيحبوه أكتر أن أبوه همه بيحبوه أكتر لكن لا هو بيبقى خايف خايف الأب والأم بيبقوا خايفين على الأولاد فعشان كده بيدوا عناية كثيرة جدا للأولاد التاني حاجة بقى بالنسبة للمراس ما بتباد يعني أنا برا برضو فيه أبهات سوري في الكلام بيتعبوا أو بيظلموا البنات في المراس والله العظيم إحنا عندنا أنا مخير أخوات البنات السبعة يعني اسمنا الأرض والحاجات وقلنا لهم اختاروا أنتوا اللي تختاروا يعني أنا خيرت وخدوا في كل شيء في كل شيء لو فيهم أي واحدة تطلع تقول لا أنت كذاب يا أخوة في كل شيء أمطار ودهب وفلوس وأراضي وكل للولد وين خيرتهم فلازم المساواة في المراس ده أهم حاجة بين الولد وبين البنت وما حدش يظلم حد ودي اللي بتفرق على فكرة لما بيبقى فيه تفرقة في المراس بتجعل الأولاد يكرهوا بعض بعد كده في الحياة كره شديد جدا مع أنه ولكره بيبقى موجود سوى في مراس ولا ما فيش مراس النهاردة الناس محدش طيق حد محدش راضي يقول لحد سلام عليكم النهاردة خلاص صلة الأرحام أعتبرها تقطعت في مصر ما عرفش في العالم العربي قد إيه بنسبة تسعة وتسعين وتسعين في المية من المية ليه ما عرفش هل ممكن يكون الجو ده في حاجة هل ممكن يبقى في حاجة في الجو مثلا بنستنشق كره بعض النسبة تكره بعضها الأهل بيكرهوا بعض أنا ما عرفش كل التحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته